بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عمر بالفقي في درس اليوم بنتكلم عن save والload او الحفظ والتحميل لمعلومات اللعبة لما توصل لتشيك بوينت مثلا او توصل لنهاية مرحلة تبا تحفظ معلومات اللاعب عشان نبدأ فيه كلاس خاص لهذا الاشياء اسمه player prefs اختصار لplayer preferences فلو ضغطنا ال dot تشوفوا هنا ال functions اللي داخلها عشان تجربة بداية بنحفظ رقم بس فنستخدم set integer set int زي ما تشوفوا مكتوب ال key وال value زي لما نتحفظ ملف اسم الملف هو ال key ال value اللي هو محتوى الملف فمثلا ال key هنا بنكتوب player level مستوى اللاعب كم مستوى اربعة مثلا بعدين نطبع رسالة انه سوينا save او حفظنا المعلومة نسوي save ونرجع نسحب السكريبت للكاميرا ونشغل اللاعبة زي ما تشوفوا كتب لنا رسالة player level was saved successfully كيف لو نبغى نسوي load لهذه الداتا يعني الى حين نحن حفظناها ولكن اذا نبغى نسترجعها كيف نقدر نناديها برضه نستخدم نفس ال class player prefs هذه المرة نستخدم get integer وداخلها نمرر اسم ال key الاسم اللي حفظنا تحته مستوى اللاعب فنكتب player level بس هنا بيسترجعها لازم نحفظها في متغير نمرر هنا وهنا بيسترجع قيمة مستوى اللاعب ويحفظها في هذا المتغير ولكن ايش لو هذه الداتا ما كانت محفوظة لسه فعشان يتأكد انها موجودة نكتب f player prefs dot has key اذا كان هذا الاسم موجود محفوظ فنكتب player level فاذا كان موجود يسوي لها load ويحفظها في هذا المتغير بعدين نطبعها نسوي save ونرجع نشغل اللعبة زي ما تشوفوا سوالنا save وبعدين سوالها load طيب نقدر نخذ هذه عشان بدل كل مرة ما يحفظها اذا كان موجود المفتاح يسوي لها تحميل اما اذا ما كان موجود يسوي لها save نشغل اللعبة هذه المرة بس كتب لنا player level is 4 ما سوالها save لانها موجودة فبساطة هذا الدرس اليوم لحفظ المعلومات وتحميلها وقبل لانهي الفيديو في استبيانة تكلمت عنه في درسين الاخيرة اللي عباه شكرا 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 لكم واللي ما عباه ما ياخذ منكم خمس دقائق بس عشان احسن محتوى القناة واعرف ايش ارغباتكم و اقتراحاتكم فاكتبوا اقتراحاتكم هناك وبس واذا عندكم اي سؤال او استفسار اكتبوا في الكومنت ستحت واذا ما كنتم مشتركين في القناة لا تنسوا الاشتراك عسان توصلكم دروس في تطوير الالعاب اكثر واكثر كان معكم عمر بن فقيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته